موسيقى حبيث الكرام حياكم الله أهلا وسأل فيكم مشوارنا مع عشبتنا والمشوار لا زال مع القصة الهندي ما وصلنا للمحطة محطة وايد وقفنا عندها ونكمل معكم مع القصة الهندي القصة الهندي قلنا عن قصة الخطة التي استخدمتها لأورام القولون وأنا بعد عقبت وقلت لكم أن القصة الهندي استخدم لعلاج التليفات الرحمية وكانت نتائجها وايد زين وممتازة ألا بدل ثلاثة شهور إذا كانت صغيرة بالحجم يعني ثلاثة أربعة سنتي ممكن تختفي تمام بدن الله تعالى بس عليها أن تراجع الطبيبة وتقعد معها وكذا وتشوف راح تشوف النتائج إن شاء الله تعالى العجيبة المذهلة قلنا نحن الغصة الهندي ما نأخذ بروحة لازم يخلط مع الكركم للحفاظ على إيش على أنزيمات الكبد لتأخذونا بروحة لازم مع الكركم عشان لا تيوم بعدين تكون صلحته شيء وخربته شيء ثاني نفس الشيء اللي داخل على العملية جراحية أو يسوي حجامة وقف عن العملية أو الحجامة قبلها بسبوع وقف عن تناول غصت بعدها بسبوع تردع على غصت مرة ثانية ما عندك مشاكل غصت الهندي ما نأخذ مع مسيلات الدم اللي عنده مسيلات الدم قوية من فئة الوارفارين أعرفت شون بهذا المستوى فالغصت الهندي ما يصلح لك إذا أنت تاخذ مسيلات الدم كأسبرين أطفال ما يكون مشكلة أخذها وأنت مرتاح ما راح يسبب لك أي مشاكل طبعا إحنا قلنا أن الإشاعات اللي طلعت على الغصت الهندي أنه يحتوي على الإرسلشك هذه عارية عن الصحة تماما ما فيه هذا الكلام أبدا هو آمن أذكركم مرة ثانية للغصت الهندي هو اللي فيه الفائدة وليس البحري البحري لون أبيض غصت الهندي اللي هو قاتم وريحته شوية شديدة طبعا نكمل على الغصت طرى الكلام عليه وايد بس خلنا نعطي غيره من العشاب دورها لأنه كل علينا كل الوقت هم لا زال غصت الهندي يعني من العشاب اللي الحمد لله رب العالمين أعطت نتائج وايد زينة خلونا ننتقل معاكم إلى شيء حلو الطعم حلو المذاق ريحته حلوة نستأنس فيه بالدواوين باللشتة بكل مكان برمضان وغير مضان ونشربه ونتسل فيه ونحطه في الأكب بالبهارات وبالمشابيس ألا وهو الدارسين الدارسين يأمن يكون للتتبيل أو لغرف الطبية الدارسين نوعين الدارسين الصيني اللي هو خشبته سميكة عندنا الدارسين السيلاني اللي خشبته تكون رقيقة شوية يكون ملفوف جنة درابيل معروف الدرابيل هذي فالسيلاني هو اللي يفضل للاستخدامات الطبية لأنه فيه مركب عضوي في الدارسين اسمه الكومارين الكومارين هذا كثرته بضرة بالكبد بتركيزه أعلى في الدارسين الصيني اللي هو خشبته سميكة أما الدارسين السيلاني اللي خشبته تكون رقيقة جدا هذه نسبة الكومارين فيه قليلة جدا ممكن يستخدمه بالنسبة مرتاح بس ما يطيكم الطعم اللي تابعونه في الطبخ ولا حتى في الشاي فإذا تابعون شاي وهذا يشربه من اللي قشرته سميكة لأن الطعم فيه يعني أقوى شوية استخداماته شوف يعني وايد ناس يستخدمونه للسكر يعني يسوي له المطارة وكل شوية يشرب له يعني يزعب من استكانه ورا استكانه استكانه ورا استكانه عشان ينزل السكر طبعا أنه صح يعني صحن ينزل السكر بس استخدامه يعني بصفة يومية ثلاثة أربع استكانات وعلى ميلة شديدة لا أنا أقول لك يعني دير بالك على الكابتل لندك يعني ممكن نزل لك السكر شوية بس ماهو اختيار يعني مفضل أو أنا فضلة للسكر هذا عندكم أنت شيء ثاني اللي هو الألفة ألفة الألفة ألفة هذه أشبه معروفة بس لو أقول لكم ما أنا أسمها وشنه هي رح تستغربون هذه الألفة ألفة هذه زينا للسكر وخصوصا فئة الرجال اللي السكر أثر على الأشياء الثانية اللي هي الطاقة الجنسية فتبي شيء ينزل لك السكر ويرفع من كفاءة الطاقة الجنسية ويخليك تمام قوي تلجأ إلى أشبه اسمها ألفة ألفة هذه موجودة في محلات المكملات أو تطلبونها من الإنترنت تعرفوا شو الألفة ألفة 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 هو البرسيم اللي هو الجت الجت صحيح حق البهايم بس فائدة للإنسان والآن يعني يعطى يعني في محلات المكملات ينبع على شكل كباسي للسكر والطاقة الجنسية وكذلك لمرض الفرفرية ورح إن شاء الله نتكلم فيه بإسهاب إن شاء الله تعالى بس خلكم معي عشبتنا فيها الفائدة للصغير والكبير خلونا نتعرف على فائدها وطرق استخدامها خلكم معي فقلنا الجت اللي هو البرسيم اللي هو الألفة ألفة زين لي شنو؟ زين للسكر والطاقة الجنسية وزين لمرض الفرفرية هذا مرض بالأعوية الدموية تشوفون مثل النقط الحمرة تنتشر في الجسم في الأطراف بالذات نقط حمرة ينبعض 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 الألفة ألفة هذا زين يقضي عليه خلال فترة شهر إلى شهرين يعني اللي مصاب أو اللي يعرف واحد مصاب بالفرفرية خليه يعطي الألفة ألفة يطلبها من محلات المكملات أو تطلبها من طريق الإنترنت الألفة ألفة كذلك زينة اللي تفتيح الشرعيين وهذا ينصح فيه لمرضى الغرغرينة اللي الدم ما يوصل الأطراف يعطونا الألفة ألفة علشان يوصل الدم للأطراف ففعلا بعد فترة من استخدامه رح يشوف أن الدم بدأ ينزل أو الجروح اللي عنده تحت اللي كانت ناشفة يبدأ يطلع منها الدم ويبدأ يشعر بالألم وهذا دلال على أن العصاب شوية بدأت تستجيب وهذا فجربوا بس خلك معه الطبيب استشير الطبيب خلك معه عشان لو حصل معك أي شيء أو ألام يكون الطبيب جاهز ويعرف يتصرف معك فشجرة الدارسين لها فوائد زينة وهي أكثر شيء للغذاء أكثر منها للدواء في شجرة بالواقع يعني يحزني الكلام اللي قاعد يدور عليها الناس حطت عليها أمال الدعاية عليها قوية يعني لدرجة الناس الآن دور عليها في كل مكان بس ما تعرف مظارها مظارها أحبة الأكارم أكثر مفوعدها إلا يعني هي العشبة اللي معروفة باسم العلندة العلندة أحبة الأكارم أبنائي بناتي أخواتي إخواني يريد ربالكم منها اللي قال لكم منها للسرطان وتشهي من السرطان وهذا هذا الكلام أعتقد أن عاري من الصحة ترى لها مظار يعني صحيح أنها لا فوائد بس فوائدها إذا بتاخذها على مدى قصير لمدة شهر تأخذها أكثر من الشهر راح تجلب إلى نفسك الويلات والمصائب أشبت العلندة الآن نشوف بعض الناس يطلعون ويرونك إياها مع اللبى ودعاية عليها قوية وأنها اللي مرضى السرطان ما في أي موقع علمي جاب سيرة السرطان مع العلندة ما في موقع علمي معتمد جاب السيرة هذه كلها فأدير ربالكم هذه كل الأشياء أنا ما أدري ما أقدر أقول لكم منسج الخيال بس دير ربالكم ترى الكلام هذا ليس صحيح فصحيح أن فيه مركب فعال وهو الأفيديرين هذا هو المركب الفعال في هذه الأشبة أقول لكم أن لا فوات صحية صحية بس إذا تأخذها على مدى قصير شهر لا تزيد ممكن تستفيدينها لعلاج الربو أمراض الحساسية الجلدية الصداع حتى للصداع يستخدمونها يعني مثلا إذا جففوها وخذوها حطوها بكابسولة خذوها زينة للصداع بس إذا كان الصداع مزمن أو قوي لا هنا يشوف تسوي حجامة أو تأخذ أي بداية ثانية على فكرة اللي عندهم الشقيقة الصداع نصفي عليك بالزنجبيل الزنجبيل زين وغاية زين لحالات الشقيقة الصداع نصفي إذا البندول أو غيرها من المسكنات ما تجيب معك نتيجة يشرب الزنجبيل راح تشوف مفعول الأدوية بمسكنات هذه معاك يعني أحسن وأفضل فالزنجبيل هذا زين الصداع نصفي كذلك يستخدمون لفدرة هذه طيب هذا اسمه العلمي يستخدمون كذلك لحالات الصداع بس أنا ما أقولكم أديل أنا حقا أستعرض معاكم الفوائد اللي أثبتت علميا بس ما تأخذها أكثر من شهر أكثر من شهر راح تجير على نفسك المصائب والبيلات طبعا هذه النبتة هذه العشبة تم إيقافها أو إيقاف تداولها أو شطبها سمها المسمى اللي تبيه من قبل الاف دي اي في عام 2004 من أبريل من أبريل لعام 2004 تم إيقاف التهذير من هذه العشبة ليش؟ لأن لها وايد أضرار ترى سامة على المدى البعيد أكثر منها مفيدة يستخدمونها لأغراض ثانية يعني لضغط الدم كذلك يستخدمونها يستخدمونها كذلك يعني ولكن شو مشكلتها؟ مشكلتها أن لها أعراض جانبية أعراض جانبية خطيرة يعني إذا حصل أي أعراض جانبية معاك ممكن يصير معاك شين أعراض الجانبية؟ ممكن تسبب هارت التاك ممكن تسبب بارض الزهايمر وتسبب لك جلطات تسبب لك عدم تضاف الدقاءة للقلب وايد أعراضها الجانبية مهي زيلة دير ربع لكم أحبة الكارب أعراض جانبية معاك 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 ترجمة نانسي قنقر